مشاهدينا رح نطلع للفقرة الطبية مشاهدينا اليوم بالفقرة الطبية رح نحكي عن موضوع كتير مهم وهو عن المضادات الحيوية ورح نعرف كمان أكتر عن الأثار الجانبية لهاي المضادات الحيوية إذا أخذت من غير أي وصفة طبية خلينا نطلع نشوف هذا التقرير مع بعض ومكمل ينمعكم موسيقى 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 واو اشتركوا في القناة 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 علينا فيها اللي هي مثلا عندي اخوي مثلا صابوا انفلونزا بعدها انا صابني انفلونزا خذ من دواء اخذ من دواء هاي هاي كيف يمكننا نحلها طبعا انت حكيت نقطة كتير مهمة هلا احنا لما يصير في عندنا التهاب وتطول الاعراض احنا مش قادرين ان نعرف اذا عندنا التهاب كمرضى يعني بكتيري ولا فيروسي لازم نبتطول الاعراض نروح للطبيب الطبيب هو وحده القادر على التشخيص هو يعني هاي دراستو بيشخص بيشوف هل الالتهاب بكتيري ولا فيروسي بياخد عينة من الالتهاب وبحللها بالمختبر بيشوف هلا اذا كان الالتهاب بكتيري هون فعلا احنا بحاجة نموضات حيوي بالجرعة المناسبة والطريقة الصحيحة اللي رح نحكي عنها اما اذا كان او الحرارة بتلاقي اشخاص كمان بتقولك مثلا اذا كان عندهم الافرازات الانف ميلة على اخضر او صفار على طول بتحكم وبتاخد مضاد حيوي لا هذا يعني الجهاز المناعي بيكون بيدافع يدفع طبيعي من الجسم مش معناه انه نحكم انه احنا عندنا التهاب بالالتهابات الفيروسية هاي اللي حكينا عنها ما في داعي للمضاد الحيوي اذا اخذناه بنضر حالنا ما بنفيد فكتير ضروري ومهم انه بالالتهابات الفيروسية بس اننا ناخد قسمنا الراحة يعني شو الفرق بين التهاب البكتيري والفيروسي الفيروسي ما في داعي للمضاد الحيوي الجسم هو اللي بيقاوم وبنتركه اه بالزبط ممكن ناخد مضادات احتقان خافضات للحرارة مسكنات للألم طارد للبلغم اشياء خفيفة لعد ما الجسم هو لحاله يقاوم ما في اي مفعول للمضاد سايد افكت اني انا اذا اخدت انتبيوتك بس وانا مش بحاجة ااخد انتبيوتك شو ممكن يصير طبعا اول اشي انه عندنا بالجسم بكتيريا نافعة وبكتيريا ضارة في توازن بينهم لما بناخد المضاد الحيوي احنا بنقضي على البكتيريا النافعة وبنخلي البكتيريا ضارة تحل محلها فبنقلل من مناعة الجسم فممكن الواحد يصير عرضة للإصابة بفطريات الفم عند النساء فطريات المهبل كمان النقطة اللي احنا اصلا بنا نحكي عنها اليوم بشكل كتير مهم اللي هي مقاومة المضادات الحيوية احنا حاليا اصلا بالاسبوع التوعية خلينا نحكي بالمقاومة بالاسبوع العالمي للتوعية باسبوع الرشح والن في دوانز مع الشتاء مع الشتاء مع الشتاء طبعا بالاسبوع العالمي للتوعية بخطورة الإفراط باستخدار المضادات الحيوية هون لازم نحكي انه ما بيصير ناخد المضاد الحيوي وإحنا مش بحاجة إله ليه؟ لأنه هلأ إحنا كل ما مناخد هالمضادات الحيوية عمال على بطال من دون داعي بتصير البكتيريا مقاومة فلما بتصير مقاومة ببطل الجسم يتجاوب إلها ببطل في مناعة ببطل خلص يعني هلأ بصير المريض لأ قدها ممكن يمرض مرضى قوية وبحاجة ما سر المضاد الحيوي ما بتجاوب عليها هلأ إحنا كل مالنا للأسف الشديد في مضادات حيوية كانت فعالة وكانت كويسة يعني وممتازكة يعني بالفين بالوقت الحالي بطلت خلص صارت مقاومة بطلت فعالة ومش بس عندنا هاي المشكلة يعني للأسف الشديد وواقعيا هي موجودة في العالم كله هذا اللي خل منظمة الصحة العالمية تواعي دائما ونعمل هذا الأسبوع لتوعي بهذا الموضوع لحتى نحد من هاي المشكلة لعمالها يعني بتتفاقم وممكن نوصل يعني لا سمح الله لمرحلة أنه كل المضادات الحيوية مقاومة وهذه أكبر كارة الصحية ممكن تحصل في نطاق المشارية ما احنا شفنا الإحصائيات دكتورة بس دكتورة أنا بتذكرت قيمة من سنة أو سنتين تقريبا طلع قرار أنه ممنوع صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية بس ما فيه التزام كامل من الصيدليات اللي موجودة طيب شو العواقب على هذا الموضوع إذا تم الاكتشاف هلا شوفي هو فعليا عالميا صراحة يعني لازم المضاد الحيوي إذا بتطلع عبره أن يكون بوصفة طبيب مزبوط هلا إحنا يعني فيه جهود مشكورة وزارة الصحية يعني دائما عم تعمل جهود وعم بيصير هذا الموضوع أنه فعلا أنه يصير أنه وصف الانتيبيوتك بوصفة طبية للحد من هذا الموضوع مش بس وصفه بوصفة طبية الطبيب كمان لازم أنه يشخص المريض وياخد عينة ويتأكد يعني ما يعني هون هاي النقطة اللي بدي أحكي عنها ما أنه يعني الطبيب أو الصيدلاني يوافق ويمشوا مع المريض لما بيصر هو على المضاد الحيوية لأنه إحنا كمان عندنا المسئولية مش بس علينا إحنا يعني الطاقم الطبي كسيادلة وكأطبة وعلى المرضى يعني المسئولية كمان على المرضى إحنا إذا المريض هو نفسه مواعي بخطورة استخدام المضادات الحيوية يعني هل إحنا مثلا كسيادلة وأطبة أنه عندنا الدواء وبدناش نعطيها هيك بس هيك بدون سبب لا طبعا إحنا يعني لو بيفيده منعطيها وبالعكس بس إحنا عارفين أنه إذا أعطينا وهو ما في داعي إلو راح نضره مش راح نفيده فهون لازم إحنا كمان نوعي المرضى مش بس يعني من ناحية صرف الأنتيبوريتك طبعا ما بيجي مثلا عندك مريض بنصح جاره أو صاحبه خد هذا الأنتيبوريتك استعملته كتير فادني طب أنت شو عرفك يعني الأعراض ممكن تتشابه عليك يعني الدكتور بس اللي بقدر يميز الفروقات ممكن يكون أنت التهاب بكتيري عندك الشخص التاني رشحة أو انفلوينزا غير كمان يعني ممكن الشخص التاني يكون عنده حساسية وهي مشكلة كبيرة يعني هلأ أنا مثلا عندي حساسية من البنكسلين والأموكسلين غيري ما عنده حساسية فإنت ممكن تدخل المريض التاني بمشكلة كتير كبيرة يعني إحنا المضاد الحيوي منصرفه بناءا على العمر على الوزن على الحال الصحية للكيلة والكبل العامل الأطفاء يعني كله كله يعني إله اعتباراته كمان الحساسية فما بيصير إحنا هيك يعني ننصح بعض طيب دكتورة يعني بختام فقرتنا الطبية أول شي بدنا منك توجه نصيحة وثاني إشي حاب منك توضحي لجميع مشاهدينا إنه قدي هي مدة أخذ المضاد الحيوي لأنه مثلا في ناس بأخذوا يومين ثلاثة بشوفوا حالهم يتحسنوا بيغطعوا صحيح هاي من المشاكل بتسبب مقاومة المضاد الحيوي هون بدنا ننصح لسادة المشاهدين كيف الاستخدام الصح للمضاد الحيوي لحتى نتفادى المشكلة المقاومة المضادات الحيوية بالدرجة الأولى لازم ما نصر على الدكتور والصيدلاني إنه بدنا مضاد حيوي لما يقولنا إنه التهاب فيروسي خلص معناته التهاب فيروسي ونلتزم بالموضوع لما بصرفونا المضاد الحيوي المضاد الحيوي له فترة يعني مثلا عندنا الكورس لخمس تيام في مضادات حيوية أو لسبعة تيام هون لازم إحنا نلتزم مش ناخد المضاد الحيوي يبلش مفعوله يعني بتضعف البكتير صح صحنا خلص يلا بيروح بيوقف المضاد الحيوي وبيحطه من وين بتيجي مشكلة مشاركة المضادات الحيوية اللي بيستخدموا العلب بيكملوا العلب ما بيصير المضاد الحيوي هو عبارة عن كورس لازم تخلص بذات المضاد الحيوي عبارة عن كورس ولازم يخلصه يخلصه عشان يقضي على البكتيريا بشكل كامل أما أنت لما بتفكر حالك تحسنت أنت ما بتكون تحسنت يعني هي المضاد الحيوي بلش فأنت هيك بتأوي البكتيريا وبتأوي شدة المرض وبرجع المرض وبتصير مقاومة يعني إحنا ما منكمل الكورس ولأ منوزع الكورس منوزع الناس يعني مش بس خطروا عليكم كمان كثير ضروري ومهم نلتزم بالجرعة يعني إحنا مثلا عندنا المضاد الحيوي حب مرتين مثلا لازم أنه حب مرتين كل 12 ساعة مش والله في ناس مثلا بقولك والله نسيت الجرعة شو بيروح بيعمل بيروحنا الجرعة التانية بيدبلها خطأ كبير آه ما بسي لازم يكونت بينهم لازم يكون آه محسوب الجرعة آه بلظبط فشو بيصير هلأ إذا نسي الجرعة وتذكرها في وقت بعيد عن الجرعة أول ما يتذكرها بياخدها عشان نحافظ على نسبة ثابتة للدواء في الجسم هلأ إذا نذكرها في وقت كتير قريب من الجرعة التانية خلص يتفادى الجرعة الأولى وياخد الجرعة التانية وبعدين يعني يلتزم كتير ضروري الالتزام بالانتيبويتر كمان يعني الطريقة تبع تأخذ الدواء يعني لما بيقولنا الصيدلاني مثلا أنه هذا الدواء بتاخد بعض الأكل ليه لأنه فيه يعني من الآثار من الجانبية والسايد افكت صحيح أكيد أكيد ممكن تعمل يعني اضطرابات بالجهاز الهالطميق وغطيان فيه أنتيبويتك لازم تتأخذ قبل الأكل بساعة أو بعد الأكل بساعتين لأنها بتأثر امتصاصها صح زي مثلا عندنا الأزيفرومايسين التتراسايكلم ما بيصير ناخدها مع الكالسيوم أو الحليب منتجات الألبان لأنه بيأثر على امتصاصها فهذه النقطة كثير يعني هو موضوع شائك ومهم جدا وكبير شكرا على المعلومات اللي قدمت لنا يا دكتورة روان عبدالسلام شرفتيها كثير كثير موضوع مهم وللحديث بقية إن شاء الله إن شاء الله وشكرا لكم دائما بتشرف استضافتي معكم أهلا سعر فيك يعطيك ألف عفو الله يعرفيكم